اشتركوا في القناة لتحضير هذا العصير راح احتاج الى 500 غرام من التمر هندي استخدمت آني هذه النوعية وطبعا التمر هندي بفوائد لا تعد ولا تحصى فاسم الله عليكم يحمي من مرض السرطان يقلل من فرصة الاصابة بالعدوى والبكتيريا يخفف نبخة البطن التشنجات ينظم الهضم يعني اذا تشربون غلاس من عنده الصباح او كأس من عنده الصباح كلش مفيد يساعد ايضا من خسارة الوزن يحسن صحة ومظهر الشعر البشرة لكن اكيد من شربها بافراط كأسيا خلال اليوم كلش كافي مثل ما تعرفون كلش بي فوائد اكو ايضا بي مظهر فكأسيا خلال اليوم كلش كافي بديت هنا اقسم عجينة التمر هندي بها شكل هذا ورح اضيف عليها لتر من المي الدافي المي هذا الدافي مو مي حار مو مي ديفور اضفت لتر من المي الدافي ورح اغطي واتركه الى ان يبرد بعد ان يبرد عدنه رح اشيله واحفظه بالثلاجة واخليه الى ثاني يوم تقدرون انتو طبعا خلال ساعات مثلا 3-4 ساعات يكونوا ياكم جاهز لكن للسهولة سووا هاي الخطوة قبل بيوم على مو ثاني يوم منتجون يعني يطلعون التمر هندي من الثلاجة طبعا اتركوا خارج الثلاجة ساعة يلا تبدون تسوون هاي الخطوة لان هيكون كلش بارد ويأذي ايدكم فبعد يعني ما طلعوا من الثلاجة اتركوا ساعة وابدوا فتتوا بايدكم مثل ما شفتوا به الشكل هذا بعد ان يعني تحسون انو الحباد عدتكم المردد تبدون الصفو وطبعا نكرر هاي العملية مرتين ثلاثة هسا شوفوا هنا نويانا خطوة خطوة اول خطوة انا طلعت من الثلاجة وبديت امرده بايدي بها شكل هذا وصفيته فسا ش رح نسوي هذا الباقي اللي عندنا اللي بقى يعني ورما اخذنا اول دفعة من العصير رح نرجعها وايضا نضيف عليها لتر من المي البارد هنا بعد ما يعني ماكو داعي نضيف مي دافي رح نضيف مي بارد لان دايت فتت ويانا بسهولة ونرجع بنفس الشكل نحاول نستخلص العصير الموجود بداخله ونفتت كل حبيبات التمر هندي وطبعا ايضا رح نرجع نصفي ونرجع اللي بقى من عنده نضيف عليها نصف لتر من المي فهسا ش قد ضفنا على الخمسمائة غرام من التمر هندي ضفنا اول مرة قبل بيوم لتر مي دافي ثاني يوم ورما صفينا واخذنا اول دفعة من العصير ضفنا لتر من المي البارد بعدين رجعنا ضفنا نصف لتر من المي البارد على ما تبقى من يعني خلاصة التمر هندي فعلى خمسمائة غرام من التمر هندي نضيف لترين ونصف من المي طبعا كمية المي هذي اللي ضفناها حتى بس نحلل التمر هندي مثل ما نقول وناخده الخلاصة ماتة هذا العصير هسا اللي حصلنا عليه هاتلك كلش مركز ما ينشرب به هشكل هذا ولازم يتخفف هسا شوفوا هاي الخطوة الاخيرة ضفت نص لتر من المي وايضا حصلت على عصير طبعا الخمسمائة غرام تنطيني كمية بركة من عصير التمر هندي المركز هس رح اصفي اخر وجبة وارجع لكم حتى ما يطول عليكم الفيديو هذي هي خلاصة الخمسمائة غرام من التمر هندي لترين ونصف من عصير التمر هندي المركز هذا طبعا مي شربوا بهالشكل هذي تحفظوه مركز لكن من تجون تريدون تشربوه لازم تخففوه بشوية مي درجة تخفيف العصير حسب رابطكم انا شون اشربه ويا كل كوب من عصير التمر هندي المركز اخلي ثلاث اكواب من المي واني ما اقدر اشربه بدون سكر اذا انتو تقدرون فانتو ابطال انتو الصح واني الغلاط لكن انا ما اقدر لازم اضيف شوية سكر حتى احصل على عصير ولا اروع بالنسبة لطريقة حفظ العصير فاني اخلي العصير المركز في بطالة واحفظها بالثلاجة ومن اجي اريد احضره مجرد اخففه بشوية مي ارجع واقولكم درجة تركيز العصير حسب رغبتكم تحبوه ثقيل كلش مركز يعني او تحبوه خفيف فهذا الشي انتو تتحكمون به اللي حبي يضيف سكر اللي حب ما يضيف هاي ايضا اشياء تقدرون تتحكمون بيها هذه هي الطريقة الصحيحة لتحضير عصير التمر هندي اتمنى يكون الفيديو عجبكم وخدمكم واذا حبيتوا لا تبخلون علي بلايك من ايدكم الكريمة حتى تدعمون الفيديو اشكر دائما متابعتكم وإلى اللقاء